احسست كويس تمام ولا ايه؟ تمام؟ تمام ده احساس كويس انت رجل بتكتهت اهم حاجة ايمانك انت بنفسك اختناعك بنفسك لو انت اختناعت بنفسك الناس هتختناع بيك انت فاهم ولا ايه؟ ما تفكرش في الناس الناس بتحبك اتعامل على طبيعتك ما تقولش ان لو عملت كده الناس يا طرح هتعمل ايها كل رد فعلهم ايه؟ انا متعامل على طبيعتي فاشل الكلام ده؟ بس انا الحنجة هتراجع شيء جديم من اول والحين ايش لي صار؟ بس انا اللي ضايقني لانا ما كلمت اخوي اليوم حسيته متضايق مادري ليش وحسيته من صوت اقول الى الاسألة اللي كنت رجل لي احنا صحينا منهم ما توقع صحي منهم يا عم الساي هو ازعلم منك اكتهد علشان انت مش لما قلت تكلمه قلت لي اخوي حيكون نايم دلوقتي الساعة كم؟ الساعة خمسة موش الساعة ثمانية الساعة ثمانية ساعة ساي اكتهد ساي اكتهد طيب انت قلت مني اكتهد اكتهت أكثر من نيجيب Tb 1 وأدي أكثر من شيء أوصل قل مرحبًا نفسك هذا من يسألك أكثر من ذلك تتكلم بلعف نفسك كل هذا بس عشان اني اوصل و اصوي شي اشرف فيه البلد اللي انا جاي امثلها و اخلي الناس اللي تحبني تقول ايه حاطنا حين حبينا واحد كفو و انا يحبه انت مشرف اهلك و اهلك فرحدين بيك ابنهم في السرعة اكاديمي ابنهم راجل ناجح الحمدلله و متفوق يعني شخص وصل لحاجة كل الناس نفسه تتيجي هدا بس انا ابغى اشرف اهلي بتدري شلون اني اهلي عشان اشرفهم مو بس ان الناس تقولهم والله ابنكم وصل والله ابنكم ابغى ما ابغى احد يجي يوم ينتقدهم ولا يقولهم والله ابنكم يعني غنى عادل بس انه مم ما كان تمام يعني ابنكم ما مثلا اقول لك مثال انا ما ابغى احد قال لك ابن انت انتقد حد انت هتعرف تعمل حاجة زي اللي انت بتانتقدها دي ولا لأ يعني قبل ما اقول ده اعمل مش بيغنى ده في السرعة اكاديمي خش السرعة اكاديمي الا اول وابقى اتكلم اتكلم كلمك بجد ولا يعني انت مثلا بتغني ما فيهاش تبقى بتغني اقول لك لا يا عم انت ايه ده دي مش مظبوطة قول زيها وبعد كده اتكلم لما تعمل احسن منها تبقى تيجي تكلمني انت فهم؟ لما تنتقد لازم تكون انت الراجل لقد الانتقاد انت فهم عصدي انا فهمك بس فانا انت راجل مش عرف اهلك وداخل وتعبان ومتغرب ومضغوط وطلع عينك فانا ما حد يجي يقول لك يا عم دي انا كان بيغني هذا الى اللي تعبك هو معذور لان هو ما يعرفش كمية الضغوط اللي عليك يعني انا تعبته يعني الضغط مش مش بسيط محمد انت قاله بتغني في كل وقت حل وما بتغلطش ما بتنشز مستحيل مستحيل طيب فيه فيه يا حبيبي ماتك الناس كلها بتحترمك وبتقدرك وما تخليش عندك كده وسواس في نفسك داشتان انا مش وسواس انا انا متضايق ان انا انسان سويت شي تعبت فيه والله العظيم يمكن والله ما انام زين بسبت ذا الشي بكل شي احاول ارضي ارضي كل شي بس عشان اسم انه ينقال والله واحد ما بغى ينقال اسمي انا انسى اسمي بس انا بغى ينقال ان فيه طالب سعودي في الفترة الفلانية جاب مثلا في التوب فات دخل توب ون في ترتيب اخذ اخر 11 طالب وكان مني للطلاب المشتهزين في البرنامج وادى بشي حلو بس انا تعبت ما ابغى شي ما ابغى الا كلمة واحدة احنا مش زعلني منك ولا شي عشان اقدر اعطي زيادة ممكن تسمعني ايه وهطوط تحرق كهرباء كتير والفاترات قيلنا قد كده اسقط انا متزميلك في الاكاديمي صح واحنا متنافسين منافسة شريفة اوكي انا بقولك انا فخور بك انت طلعت طوب ون وراجل مكتهد وكنت بتساعدنا في الايفالات وبتساعد زماعي لك في ايه انا بقول لي اهلك انا زميل سلطان انا فخور بيه الراجل ده بيتعب وبيحاول انت حد عين دي شت وعليه ضغوط اسمع عشان نخش انت خمد ننام عشان انت متعب انت متعب متعب انت عندك مشكلة عندك مشكلة اي ام جات هنا زارتنا قايتلك ملاكش دعو اللي برا ايه الغينيس اللي برا دي خليهم يعني متفكرش في اهلك هم بيفكروا ازاي او مبسوتين منك ولا لا اعمل اللي عليك واللي يرديه ضميرك وانت لما تطلع هتعرف قيمة اللي انت حصلته اللي انت زرعته هتحصله انت فهم؟ متفكرش متعبش نفسك وانا امي زعلانة مني وانا بفكر كده برضو بقول امي زعلانة مني انا غنيت وحش اعملت كده بس التفكير كده بيتعبني لانا بشعر بزنب لانا امي دي اغلى حاجة بالنسبالي وانا بحب انها تكون راضي عني تفهم؟ فانت اهلك متشرفين بيك اح امك وابوك واخواتك كل الناس دي فمتقعدش تزن بجد لان انت احنا علينا ضغوط زيك وانت مضغوط فما تضغطناش وتضغط نفسك بكرا عندك افال مش وقت الهوى اللي انت بتقوله ده انت فهم؟ انا لو كلامي غلط اقول غلط بقى كلامك صح بس 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 يا محمد بس تراكم اشياء مش حلو يعني مثلا انا فكر في هالشي وشوي انت انت الحالك تضايكت انت انت بنفسك تضايكت لا انا تجليش هذا الاطفال لا انت تضايكت انت شلون كل ساعة تمرض هاده شي ضايقك انت صح؟ يعمل بحظر معك هو انت مش بن عادم هو انا لو تعبت كن شوي هو ان اي ده كن شوي يتعب بس بس سالك سؤال انت تضايق من نفسك انت لو كان الصراحة تضايق ولا لا ونعم بلا بس انت تضايق يعني انا ليش كعي ستلي ازا كده اش الشي الشي اللي قاعد سوى نعم مش فهم يعني انا نفس الناس يسأل ايش الشي اللي يخليني كده يعني ايش الشي اللي يخليني يعني انا كون فيه مصيبة اطلع من شي الحمد لله انا راضي في جهة الرب الكاتب الحمد لله رب علي انت دماغك تعبانة مش فاسمها اللهم اللعت رد اللهم اللعت رد انا ما اقول شي بس برضو انا الضايق انا اقول الحمد لله رب يعمين على كل حال انا الحمد لله رب يعمين بس انا برضو كده انا خيرة يعني هذا ممكن خيرة ان صار لي كده اليوم انا خيرة بعض الشر بعض الشر رجلك انت مش عرف اي حصلت اي وانت طالع رحت مزحلق وقعت على دماغك تعورت في دماغك وانت ماشي طالع على الصلاة اتشنكلت وقعت اتعورت تاني ايه المشكلة انا مش مش نصيب ربنا عايز كده انا بس انا بضعي الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا بعمين انا مو عن شي انا راضي باللي ربي كاتبة والحمد لله في حد في الدنيا يقدر يجي يقولك انت بتتعب ليه انت كل شوية تتعب انا بقولك ايه بحظر يعني بهرج قدري بس اني ممكن انت انت تهرج لان انا عارفك بس في ناس تقول لا ممكن ممكن هو ايه تعب كده هو المرض ده بايد حد في الدنيا انتش حد اقول انت دماغك فاكسانة اسكت والله بكلامك اسكت ما تتكلمش معايا حلو فكر في قبالك وخش اعمله كلام جادش انت تخنق تاني نرفس تاني والله العظيم كل كلامك مش منطقي كل كلامك فاشل بجد انا مش بهرج انت مقلتش ولا حاجة صحة ولا حاجة منطقية من انت بتقوله ده كله كلام فاشل وفاكس ايه ايه التخلف ده ايه يا ابني ده ايه ايه ده في ايمانك يا حبيبي غلط كده غلط يا سلطان غلط انا انت عارف انا بحبك وعايز مصلحتك ولو مش عايز اخد الامور بهزار انا بكلمك بجد راجل لراجل يعني مش هانفة هتخد الامور ممكن هتجاهلك اوكي سلطان براحتك متضايب كتسبع الخير اولع بستين الف جاز بنزين تمانين كمان انت فهم؟ وانا هتعب نفسي اخش وانا عارفك شوية هتخش وهتروق وهتبقى كويس بسبب كلمك مش هينفع عشان انت بغزالة واليومين دول انت بتشتغلنا في اللون ده كل شوية قاعد مالك يا ابن في ايه؟ انت كنت بتهزر اهلي مش عفو مش عدين عني عندي مشكلة بطعب ليه؟ ايه اللي بقى يعني ايه بطعب ليه؟ ايه ده سؤال يعني ده سؤال تنتظر ايه جوابه؟ سؤال خادي ادري بس اشي مضايقني يا اخي يا اخي انا لو انا ما فيني شيء لو انا سليم وما فيني مئة بالمئة شيء يريدني ما فيه اقسم بله بكرة ايفالي اذا ما اطلع على التبواء مرة فانا ما اكون انا اسم سلطان بس انا مش قادر اتحرك هذا اللي معطلني اكثر من فكرة عندي بس ما اقدر اسويها مش في اه اسادزة الناس دي بتروعي اللي عنده مشاكل يوم ما كنت تعبان ما خليكش تعمل ايفال اصلا ادري وانا ابقى اسوي ايفال بس انا متضايق ان انا كيف اسوي ايفال بفكرة معينة بس ماني جادر لدرجة ان انا حطيت الفكرة دخلت فيها رزلي عشان ايش ما يبين ان انا فيني شيء وتعامل بدون شفقة لا فقيك فقيك زكي يعني انت عندك مشكلة في رجلك عايز تخش بموضوع ايفال برجلك عشان انت مفيش حاجة ايه غباوة دي مش شرط عشان تعمل لعيب كرة انك تطاط تتنطط وتتشقلط عادي انت لعيب كرة لابس شرط وبتاع وداخل معك كرة بتتظهر بحركاتك ان انت حريف يعني بتتحنكر يعني حريف مش كده انت هتمشي تق خلص اعمل نفسك مشلول استخدم اللي انت فيه ده باي زفت والله العظيم يا عام او انت بتعرق او شرب عنده قاقة اعمل عجوز انت بهمتني صح او انت عملت عجوز انت ايه؟ مش مشكلة انا بصراحة مش فهمك يعني اهلا